موسيقى السيدات والسادة أجدد الترحيب بكم من جديد في الجلسة الثانية لمؤتمر الميثاق الوطني العراقي الثالث رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق والذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع ثورة تشرين في العراق والتي ما زالت مستمرة مطالبة بإسقاط النظام السياسي الذي أسسه الاحتلال الأمريكي في العراق عام 2003 أرحب بالأستاذ مكي النزال وورقته بعنوان عن المؤسسات المجتمع المدني وهو عضو الميثاق عنوان الكلمة الاقتصاد العراقي بين الانهيار وسوء الإدارة تفضل أستاذ مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أتوجه بالشكر الجزيل لأحبتنا الذين يتجشموا عناء السفر وأحبتنا في اسطنبول الذين حضروا شكرا جزيلا لكم الكلمة طويلة ولكن كما قال الأستاذ وليد يعني لا تكفي أي مصيبة حلت على العراق لا تكفيها كتب فالاختصار واجب احتراما لمشاعركم ووبتكم أبدأ بالقول أن العراق حقل قمح التهمته أسراب الجراد هذا البلد المليء بالخيرات ترابه وسماوه وماءه اليوم هو بلد جاء وفقير ومواطنه يعاني ويكابد وكل الخدمات مفقودة فيه سيتجاوز الكثير يعني نبدأ بأبرز المحاول الاقتصادية التي تهم تدميرها لصالح الدول الإقليمية وفي مقدمتها إيران أولا يعني أنا صناعي قديم ومزارع قديم في نفس الوقت فأبدأ بالصناعة والزراعة الصناعة القطاع الخاص دمرت بشكل نهائي لا توجد اليوم في العراق صناعة شيء اسمه صناعة أبدا الزراعة طبعا عندي إحصائيات يعني في وقت إعداد هذه الدراسة التي اعتمدت عليها كانت 15 ألف معمل توقف عن العمل أوقف عن العمل قبل ذلك أقول الكهرباء التي هي روح الحياة الكهرباء قتلوها في العراق وهكذا يصنعون في أي بلد في سوريا في لبنان في اليمن تجد أي مكان فيه أصبع لإيران تنقطع فيه الكهرباء وأمريكا أيضا 15 ألف مصنع عراقي توقف عن العمل بعضها دمروها بالقصف مصانعي أنا دمروها بالقصف بعضها سرق ونقل إلى إيران ومن ذلك مصفى بيجي الآن أنشأوا مصفى لا ندري لمن هو ليس للعراقيين أبدا ثانيا إهدار الثروات الطبيعية وعدم استثمارها فمثلا العراق يحرق من الغاز 18 مليار متر مكعب رقم مهول وهناك دراسة موسعة دراسات عن هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها النفط حدث ولا حرج فالنفط في مقالة لي قبل أكثر من 15 عام كشفت أن النفط بدون أو دون عدادات أستاذنا عبد الحق جالس لا يرضى أن نقول بدون دون عدادات نفط يتدفق دون حساب هذا هو العراق الآن يعني حين كشفناهم ظهر الشهر الثاني وقال سننصب عدادات بعد أسبوعين وكأنها عدادات بيوت للماء هناك في الزراعة تدمير ممنهج مقصود جففوا الأنهار أوقفوا دعم الفلاحين بل حاربوهم بشكل أو بآخر حرموا الاقتصاد العراقي من أكثر من مليار دولار سنويا المساحات الزراعية بعد أن جففوا الأنهار ومنعوا الآبار في بعض الأماكن قالوا لا تزرعوا هنا لأن الماء لا يكفي وهذه سياسة نعرف أنها من أمريكا تدمير القطاع العام وتصفيته لصالح الأحزاب والميليشيات هذا معروف ولكن نعطيكم رؤوس نقاط احتكار القطاع المصرفي الخاص لهذه الأطراف نفسها التي تقود البلد اليوم واستغلال المصارف لعمليات غسيل الأموال ويوجد الآن 72 مصرفا أيضا أقول ربما زاد هذا العدد يعمل تحت غطاء حزبي وميليشياوي ويوجد وبوجود 20 طلب لتأسيس مصارف جديدة فضلا عن عملها بمخطط بونزي وهو بونزي شيم أي عمليات النصب المنهج التي ستساهم ساهمت الحقيقة ووصلنا إلى مرحلة متقدمة في إفلاس القطاع المصرفي العراقي بحلول 2025 تدمير الاقتصاد من خلال مزاد العملة الذي يقوده البنك المركزي العراقي كلكم تعرفون هذا النوع من الفساد وهذا الفساد بمليارات الدولارات يعني ما دمنا على ذكر المليارات ميزانية العراق في سنة من السنين 140 مليار دولار 140 مليار هي ميزانية العراق في سنة من السنين لم يرتفع عن الأرض متر من الطابوق أو الخرسانة أو حتى البناء الجاهز كلها تسربت إلى جيوب الجماعة القادة الحالية عدم استقلال وفرة المالية من ارتفاع أسعار النفط النفط تحسب الميزانية على النفط بـ 40 دولار يرتفع إلى مئة أين الـ 60 دولار بل وأين الأربعون أصلا يعني لا تجد شيئا من واردات النفط يدخل إلى الشعب العراقي أدى بعض الرواتب سيطرت المليشيات على الحدود انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة برعاية حكومية أكبر المفسدين حكم سنة مع وقف التنفيذ مع غرامة تقريبا قدرها 150 دولارا وهو سرق مليارات الدولارات الاقتصاد الوطني العراقي جرى تدميره لصالح الاقتصاد الأسود Black economy هذه استلاحات اقتصادية وهنا طبعا أيضا يقوده نفس الناس بنفس المصيبة العراقية المتواصلة قلنا عن اعدام الكهرباء وهناك يعني الكثير 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 مما يقال صورة قاتمة مع العسف في العراق كان رجاء كنت أكتب في الصحافة الغربية كان رجاء البي بي سي والسي أن أن والكثير من المحطات فقد قل هناك أمل هذا في 2008 قلت هناك أمل في غيركم هناك أمل في الله سبحانه وتعالى لا أمل فيكم وفي حكوماتكم وفي هذا الاحتلال شكرا لحضوركم شكرا لإستماعكم والسلام عليكم شكرا للأستاذ مكي النزال عضو المثاق الوطني العراقي أرحب الأستاذة ثائرة أكرم وهي باحثة بالشأن العراقي عنوان الكلمة واقع التعليم ومأساة النزحين تفضلي أستاذ الحضور أخوتي وزملائي وأساتذة الأفاضل تحية طيبة السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم طبعا نشكر القائمين على هذا المؤتمر وكل من ساهم به من أساتذة وأكاديميين وشيوخ وأعلامين طبعا نستذكر أنا وإياكم الذكرى الثالثة لثورة تشرين المجيدة والتي قادها الشباب العراقي الحر الشريف من أبناء هذا الوطن العربي العظيم والتي حاولت الميليشيات والأحزاب العميلة والأجندات كتم صوتها ونحر ثوارها لكنها إلى اليوم ما زالت باقية ومستمرة وتتنفس تحية لشهداء تشرين الأحرار الأبرار وبارك الله بكل عراقي غيور حمل القضية العراقية على محمل الجدية العملية والوطنية الصادقة المخلصة طبعا طرحي في هذا المؤتمر المبارك هو عن واقع التعليم في العراق بعد عام 2003 اغتناما للوقت سأدخل في الموضوع مباشرة كما هو معلوم أن في كل الأنظمة السياسية التي تحترم نفسها وشعبها تعمل على تحقيق متطلبات شعبها وسيادة رفعتها ولكن النظام السياسي في العراق كان قد كان عمله عكس ما هو مطلوب فعمل على تجهيل المجتمع وزيادة معاناته وسأخذ نموذجا عن ذلك وهو قضية النازحين وتعليمهم لأن هذه الفئة من العراقيين والتي يتجاوز عددهم اليوم المليون والنصف مليون نازح في المخيمات يعانون معانات كبيرة وتطاردهم ثلاثية الخوف والجوع والتشريد خصوصا بعد قرار السلطات في العراق إغلاق المخيمات وتشريد النازحين في الهياكل والعشش التي لا تصلح للعيش يوجد في شمال العراق عدة مخيمات منها مخيم الخازر وعربد وآشتي وهذه المخيمات تفتقر إلى أبسط أساسيات الحياة وحالها مزري جدا ومعاناة أهلها كبيرة فالخيام مهترية لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف فهي لا تصلح للعيش أصلا مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في العراق أكدت بعد أكثر من مليون واثنين مليون نازح داخل العراق لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وذلك لعدة أسباب سأذكر منها أولا الإدارة السياسية التي الإدارة أو الإرادة السياسية التي تمنعهم من العودة وأيضا سيطرت الميليشيات المسلحة على مناطق النازحين واستغلالها اقتصاديا وانتخابيا ثلاثة المساومة على ملف النازحين سياسيا وجود صراعات على الحدود الإدارية للمحافظات وسيطرة المنظمات الإرهابية الأجنبية على بعض المناطق مثل ما يحصل في سنجار واحتلالها من قبل حزب العمال الكردستاني فالأزيديون مهجرون بسبب سيطرة البككة على المنطقة بالتعاون مع الميليشيات الحج الشعبي أيضا هناك عدم تأهيل المناطق التي تستهدفت عسكريا وانعدام الحياة فيها وكل ذلك يأتي في إطار استمرار التغيير الديمغرافي ولذلك تم بيع عقارات النازحين والتلاعب بعائدات ملكيتها من قبل الميليشيات المسيطرة على الدولة في العراق وهي مدعومة من جهات سياسية معروفة مثل ما يجري في بغداد والحويجة والرشاد والرياض ومناطق فيديالة وجرف الصخر والعويسات وغيرها من المناطق وزادت معاناة النازحين أيضا بسبب تراجع كبير في المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية وذلك وضعهم الصحي سيء جدا ووقعت حالات وفاة عدة بسبب البرد والحر ونقص في الأدوية أما بالنسبة للجانب التعليمي للنازحين فهو في تراجع مخيف جدا لأن حكومة بغداد قررت إغلاق 70% من مدارس النازحين في محافظة أربيل والسليمانية لهذا العام بلغ عدد المدارس 416 مدرسة على الرغم من عدم السماح للنازحين بالعودة وعدم تأمين حياتهم من صوت وط المشيئات التي تستولي على ممتلكاتهم والمصيبة الأكبر هو إدارة المخيمات والنازحين إدارة المخيمات والنازحين لا يعلمون بهذا القرار مع أن بداية العام الدراسي على الأبواب وبالمنادسة مدارس النازحين هي أغلبها كرفانات وهياكل ولا تصلح للدراسة فيها دقيقة واحدة فقط نعم هنا دقيقة واحدة فقط نعم ومع ذلك تجد أن بعضها تغص بالطلاف مثلا في مخيم عربد يوجد أكثر من 2500 طالب خصصت لهم فقط 9 مدارس 7 منها ابتدائية واثنتان الإعدادية والدوام فيها ثلاثي الأوقات وآخر إحصائية وثقت وجود 355 ألف طفل نازح من النازحين خارج التعليم ومع ذلك القتل متعمد لمستقبل آلاف الأطفال والعمل على تجهيد جيل كامل وفيه من المخاطر ما لا يخفى على أحد ولكن هذا يشير إلى وجود تنسيق لزيادة معاناة النازحين بين المنشيات ومؤسسات الدولة أما حال التعملي عمومة في العراق فهو في تراجع مخيف أيضا بعد أن كان قبل الاحتلال أفضل الأنظمة التعليمية أفضل في المناطق فقط استطاع العراق أن يمحوا الأمية في فترات سابقة أما اليوم فيوجد 12 مليون شخص أمي في العراق بحسب تقرير أمم المتحدة وأيضا 13% منهم مما تزيد أعمارهم على 10 سنوات و18% من النساء كما أكدته وزارة التخطيط ويوجد 3 مليون ونصف طفل في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة كما أكدتهم نظمة اليونسيف العام استاذة ثائرة نعم بس تقيقة تقيقة واحدة رجاء وفي المحافظات المنكوبة مثل صلاح الدين وديالة يوجد ما يزيد 90% من الأطفال خارج النظام التعليمي والعراق اليوم بحاجة إلى بناء 10 ألاف مدرسة جديدة لسد النقص الموجود فيها ويوجد 200 مدرسة مبنية من الطين غالبيتها في المحافظات الجنوبية والدوان في كثير من المدارس ثلاث الأوقات بالإضافة إلى أن غلب المدارس بحاجة إلى عدد تأهيل ورغم هذا التراجع المخيف والخطيري أن السلطات في العراق لم تخصص سوى 6% من ميزانية الدورة للقطاع التعليمي هذا مختصر لبيان التعليمي المأساوي في العراق وأطلب من جنابه نص دقيقة فقط لدي ملف مهم خطير جدا سوف نؤجي له على الحوار مع الجمهور نص دقيقة أنت الآن تجاوزت نص دقيقة فقط ملف خطير جدا عشرة دقائق رجاء لا لا نص دقيقة سوف نعود لك هيا أختمها نص دقيقة الملف خطير هذا الملف خطير أبناء محافظة الموصلة نعود لك نعود لك يعني خص أبناء محافظة الموصلة سوف نعود لك وصوني علي جماعة سوف نعود لك سوف نعود لك شكرا لأستاذة ثائرة أكرم الباحثة بالشأن العراقي والآن رحبوا معي بالأستاذ آرام قادر رئيس التحالف الوطني كردستان العراق ومع كلمته ميثاق المشروع الوطني فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم إلى السيدات والسادة في مؤتمر المثاق الوطني العراقي المحترمين الموضوع مسودة مثاق المشروع الوطني بعد السلام والتحية طيبة نود أن نقدم لسعادتكم الخطوط العامة لرؤيتنا الحالية والمستقبلية في العراق إننا نعلم جيدا ومن قراءة الأحداث وتحليلها ومتابعة ما يجي على الساحة السياسية العراقية أن العراق مقبل على التغيير السياسي ولضرورة إخراج المجتمع العراقي من أزمته الحالية وبقاء العراق فاعلا في وسطه الإسلامي والعربي والدولي ونحن إذ نعرض عليكم هذا المشروع كلنا أمل بأن نلتقي استجابة جدية واستعدادا عمليا من أجل إنضاج هذا المشروع ليكون أساسا ومنطلقا للإفراج السياسي نحو إعادة بناء الدولة العراقية برؤية وطنية تعيد للعراق حريته وسيادته من أرضه ومقدراته وقراره السياسي والمشروع المقترح يتلخص في الخطوات والنقاط التالية أولا تشكيل وإعلان واجهة عراقية وطنية مدنية تمثل جميع الطياف المجتمع العراقي مهمتها الأساسية والأولى على العمل على تصحيح المسار الفاسد الذي أدى إلى تفيق وحدة المجتمع العراقي بالاستفادة الانتقائية من دستور كتبت بنفس طائفي تؤسس الحكومات التوافقية المقيتة وهذا هو التوافق الفاسدين وإحتكار السلطة ونهب ثروات العراق باسم تمثيل المكونات المجتمع العراقي تكون لهذه الواجهة الجماهلية السياسية حق التحدث باسم المجتمع العراقي ونقرح لهذه الواجهة اسماً يعبر عن مدنية المجتمع العراقي لأن الحكومة المقبلة في العراق سواء شكلت بمطلب جماهلي وعن طريق المظاهرات الشعبية أو ثورة عارمة أو تدخل خارجي فلابد أن تكون حكومة مدنية بعيدة عن الطائفية أو القومية أو الشمولية ثانياً تنظوي هذه اللافتة كل أطياف المجتمع العراقي من الأديان والقوميات والطوائف المختلفة دون استثناء وبكل شرائحها من برلمانيين ووزراء وعسكريين ورجال أعمال والسياسيين والروساء العشائر والتجمعات المدنية والثقافية الذين لهم رؤية وطنية ثالثاً وهذا التجمع عبارة عن اجتماع كل الأطياف الشعب العراقي من الشيعة والسنة والمسيحيين والصابئة والإيزيديين وكل القوميات المختلفة من العربي والكردي والتركمان ونقترح تشكيل لجنة من هذا المؤتمر الموقر لاختيار الشخصيات الفعالة والمناسبة لتشكيل تلك الواجهة في أسرع وقت ممكن رابعاً الهدف الأول والأساس من هذا التجمع هو التغيير النظام السياسي في العراق والعمل على تأسيس دعائم الحكم الرشيد نحو بناء دولة العراق المدنية وتلتزم التجمع الجديد بالسعي لتحقيق كل ما يطلع إليه الشعب من كرامة وحرية وتعددية وحقوق دستورية والتخطيط لعادة كتاب الدستور مستقبلاً بمنظور وطني وعلى أيدي خبراء عراقيين خامساً فلسفة التجمع عبارة عن تجاوز الأديان والمذاهب والخلفيات السياسية وهو مشروع وطني خالص تبنى على محورية الإنسان وإعتبار المواطنة المعيار العام في التعامل مع الآخرين سادساً ما لا يخفى على الجميع أن السلطة الحاكمة في العراق أصبح نظاماً طائفياً بامتياز وأنه فشل في إدارة الدولة كما وأن السلطة الحاكمة في إقليم كردستان أصبح نظاماً تحتكره الأحزاب الحاكمة وعليه فعلى المؤتمر أن تعلن وبكل صراحة بأن الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان قد فشلوا في توفير الأمن والتقدم والرفاة للمواطنين مع مال العراق من موارد وثروات هائلة سابعاً على هذا المؤتمر أن يقوم بتشكيل هيئة وطنية مدنية عراقية وموسعة من الداخل والخارج تعمل على التغيير وإنقاذ العراق بروح العمل الجماعي ويتم انتخاب قيادة جماعية تطرح مشروعها الوطني المدني في مؤتمر صحفي وبحضور شخصيات سياسية وبرلمانية ومدنية في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق ثامناً يسعى هذا التجمع بجدية لتحقيق هذا الهدف بما يتناسب الواقع مع السياسة الدولية والنظام الدولي ليعود العراق شامخاً يمارس دوره طبيعي في المحافل الدولية لبناء علاقات طبيعية مع الدول الجوار ومحيطه العربي والإسلامي وباقي الدول العالم على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلة تاسعاً أن الإعلان عن هذا التجمع الجديد يتطلب منبراً قوياً يتجسد في تشهيل مؤسسة إعلامية قوية ومؤثرة لإيصال رسالته وشرحه وماديه لكل أبناء المجتمع العراقي وتعبئة كل شراح المجتمع ولسيما الشباب ليتحملوا أعباء المسؤولية ويتصدروا المسيرة عاشراً إعلان موقف التجمع الجديد من السلطة السياسية بتبني موقف المعارضة السياسية الشعبية ومقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في الحكومة وتكون المعارضة في الشارع والإعلام وضد النظام الطائفي والحزبي المحتكر حادي عشر ونطلب من حضراتكم وحتى نخرج المؤتمر الموقر من الكلام والحاشيات إلى ميدان الجدية والعمل وتحقيق الأهداف إلى تشكيل قيادة جماعية وفاعلة لتيسير الأمور وتقدم الحلول الجذرية للشعب العراقي ثاني عشر إن الوضع في العراق لا يتحرر ولا نستطيع إنقاذ العراق بحزب أو عشيرة أو كتلة لذا يجب على التحالف المثاق الوطني فتح قنوات الحوار مع الشخصيات والأحزاب والمنجموعات الذين لهم نفس المنهج والتفكير لإقناعهم بالانضمام إلى هذا التجمع أو تشكيل تجمع آخر المهم أن نتوحد وأن نتضامن من أجل العراقي وشعبه ثالث عشر تبني مبدأ الصراحة والعلنية في العمل السياسي فقد مضى زمن العمل السري وإخفاء المواقف ويكون لتجمع الجديد مكتب في أربيل فهذا هو لب الموضوع وملخصي ونحن على استعداد أن نوافيكم بالتفاصيل وآليات العمل وشكرا جزيلا شكرا للأستاذ أرام قادر رئيس التحالف الوطني في كردستان العراق أرحب بالأستاذ سالار أربيل وهو رئيس مجلس شورى التركمان بتعجيل عنوان الكلمة المواطنة والتعايش السلمي في العراق فليتفضل مشكورا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم تحية للحضور الكرام السيدات والسادة والزملائي وأساتذتي في الجلسة الثانية والأستاذ مدير الجلسة شكرا للمؤتمر الثالث للمثاق الوطني العراقي على هذه الدعوة الكريمة وما استوقفني بداية حقيقة أو قبلها أحب أذكر معظم أوراق زملائي وأساتذتي معظمها ما أقول كلها كانت إحصائية دقيقة تعبوا عليها كثير أكيد في جمع هذه الإحصائيات ولكن ورقتي ما أدري أقول الحمد لله أو مع الأسف هي ورقة تقريبا فكرية تحتاج إلى نقاش وحوار وهو موضوع شائك جدا حقيقة شائك مو يصعب علينا حلها لكن تحتاج إلى دراسة وإلى مناقشات هي مسألة التعايش السلمي والمواطنة هذا العبارتين البسيطة اللي نشوفها هي شائكة لكن راح حاول أركز على جانب أو جانبين من النقاط اللي يحتويها هذا الموضوع علّى وعسى أن أوفق في إيصال الفكرة برغم تقييد الوقت المخصص اللي إلنا هاي القيود القاسية علينا خلي نقول شوي نعتب على إدارة ليس قاسية ولكن هذا برنامج المؤتمر نعم شكرا لك لذلك أحب أن أشير إلى ملاحظات إجت في كلمات زملائي سوأ من الجلسة الأولى الدكتور الناصري صباح الناصري والأستاذ وليد الزبيدي بالذات أشار إلى موضوعة كتابة الدستور نقطة مهمة جدا شد انتباهي حقيقة لا تقبلوا السياسيين أسأل أن يقصد الطبق السياسي اللي حكمت بعده ألفين وثلاثة أعتقد صحيح لي دكتور إذا أنا غلطان السياسيين أن يتدخلوا في كتابة دستور إذا كنتوا تريدون كتابة دستور يخدم العراق والمواطن العراقي أستاذ صباح يمكن فهمت صح الكلام هذه نقطة مهمة جدا رغم أنه إحنا أيضا لطبق السياسي منذ التسعينات عملنا لكن بفترات المهم النقطة الثانية أيضا الأستاذ رغم الاقتصار الوقت إلى دقيقتين ونص أشار إلى مسائل مهمة جدا مسئلة المواطنة والشعار المهم اللي استوقفني أيضا شعار المؤتمر رؤية وطنية واقعية للحل المنشود أنا إخوان اسمحوا لي تحفظاتي الشديدة وحساس جدا في استخدام المفردات العربية رغم كوني تركماني ولست عربي لكن مهتم باللغة العربية واستخدام مفرداتها في محلها لأنه عدم استخدام المفردات يا إخوان أدت بنا إلى مشاكل كثيرة حتى في معتقدنا احنا معظم الحاضرين ربما ومعظم الحاضرين موكلهم أقول مسلمين بالقرآن سوء فهمنا لمفردات كثيرة وردت في كتابنا العزيز أدى بنا الحال إلى هذا الحال أنا كنت أتمنى أن يكون الشعار باستخدام مو كلمة واقع وإنما حقيقية لأنه أنا عندي تحفظ بين الواقع والحقيقة الواقع المزري للعراق البلد اللي نعيشه اليوم نتيجة السياسات الخاطئة والرؤى الخاطئة لسواء كانت الأحزاب أو الحركات أو المنظمات أو إلى آخره أن تجلنا هذا الواقع السياسي الاجتماعي المزري فما ممكن أن نستنتج من هذا الواقع المزري رؤية تنقذنا من الواقع النفسه يجب أن تكون الرؤية حقيقية وليس الواقع هذا رأيي اسمحوا لي أنا آسف جدا هذا رأيي هذا رأيي لذلك نعم 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 هذه مسائل يعني فواعد يمان اللي ندخل بيها لذلك أحاول أن أركز مسألة التعايش السلمي على أحاول نقطة أو نقطتين لأن الوقت يمكن الأستاذ دا ينظر إلى الساعة لذلك نحن كمجتمعات شرقية رأح أركز على هذه النقطة مسألة المعتقد الدين هو تقريبا الموجه الأساسي إلنا في حياتنا اليومية وفي الحياتنا السياسية يا أخوان أحب أأكد بأنه في كتابنا العزيز التعددية الاجتماعية والتعددية السياسية مبدأ كوني ومبدأ إلهي رصين وثابت وبدليل آيات واضحة وصريحة أنا ذكرت من البداية رغم كوني غير مختص باللغة لكن مهتم باللغة وبالذات باللغة العربية مم بلغة الأم لغة الأم آنية تركمانية لكن اللغة العربية هي كيرة بالنسبة إلي على كل حال وأيضا مهتم بالكتاب ودراسة منذ 2004 إلى هذا اليوم 18 في سورة الإسراء الآية 58 بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو نعذبهم عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطورا بداية راح ننتبه إلى كان ذلك في الكتاب مصطورا إذن هو قانون أزلي لأنه كل قوانين الطبيعة في الكتاب مصطور كالجاذبية وقانون باسكال والمناخ إذن هذا قانون إلهي ثابت أنا ذكرت أيضا نوهت إلى أنه المفردات أحب أستخدم في مكانها المفردات هنا القرية ما تعني لنا العشرة خمسطاعش أنا دا أستلهم هاي الأفكار من قبل الجلسة جلسنا مع زملاء هناك قلت لكم الورقة مالتي بدون تحضيراته فكيف ترى التعايش السلمي في العراق؟ راح أجي على هاي النقطة ربما بعدم التركيز عليها الإخوان يقولون اقتعدنا على الموضوع لا إحنا في أم الموضوع راح أربطها في مسألة التعايش السلمي وفي مسألة التعددية بآيات قرآنية قبل توجهات سياسية قبل توجهات سياسية لأنه وقت لك إحنا مجتمع شرقي وتقودنا المعتقدات أكثر من غير شيء فإذا تسمحني إذا تسمحني دقيقة نعم في دقيقة هاي صارح نعم نعم كلمة قرية هي من الاستقرار والقرار أي المجتمع الذي لا غير قابل للتغيير وهو مستقر وثابد على عمل واحد مهنة واحدة ورئيس واحد أشيرة واحدة فموعودة بهذا الوعيد الإلهي وإن بدون استثناء من قرية إلا نحن مهلكوها هذا تأكيد وقبل يوم القيامة لا أحد يقول لي يوم القيامة هذه تراوى وأكد قبل يوم القيامة كان ذلك في الكتاب مصطورا هذا قانون إلهي عمل منذ منذ بعثة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه في سورة القصص الآية 59 يأكدلنا هذا الكلام يقول وما كان ربك مهلك أهل القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما منكم من لا يعلم أم القرى هي مكة وقد بعث فيها رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا القانون في الآية 58 من سورة العشراء أصبح ساري المفعول منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة قبلها كان التدخل الإلهي مباشرة في هلاك قوم نوح ثمود صالح الرب كان يتدخل مباشرة في هلاك لكن بعدها صار قانون لذلك التعددية هي مطلب إلهي ومطلب وسنة كونية ثابتة والأحادية هي ضد السنة الإلهية في معتقدنا إحنا الإسلام لذلك يا إخوان مسألة التعايش السلمي أنا أطلب من الأحزاب رغاً أم منه أنا كنت من المنتبي الأحزاب إلى يومنا هذا من التسعينات مو أن يبحثون بها ينجزون فقط يزحبون إيدهم من مسألة مسألة التعايش السلمي منذ القدم بالتاريخ موجودة لكن من إجاب الأحزاب حاولوا أن يستغلوها ويردوني بيني لنا ياها بأنه هي منجزات حزبية وسياسية في حين هي قديماً وإنما هم تدخلوا فيها لإضعاف هذا التعايش السلمي التعايش السلمي منذ الأزمان القديمة أستاذ صلاة عربيل وأتقدم بشكري لك رئيس مجلس شورى التركبان وأنا آسف جداً ربما لم أوفق في إيصال الفكرة أنتقل إلى الدكتور مثنى حارث أضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين عنوان الكلمة ما هي المثاق الوطني وتجربته خلال ثلاث سنوات فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته أنا وقفت يعني لأمور عدة لكن أحدها هو بسبب الدكتور عبدالحق هواس وأقول أنا وقفت هنا من باب قفى نأمل قفى نطمح قفى نعمل قفى نتعاون نتآذر نتعايش هذه المعاني التي وردت في كلمات الأخوة جميعاً ولست هنا في موقف قفى نبكي زمن البكاء غير مطلوب بل ولا وقفتنا هنا رغم كل على الرغم من كل ما مر بالعراق على مدى 20 سنة بعد الاحتلال وعلى الرغم من كل ما مر في بلادنا العربية الأخرى وإخواننا ما شاء الله هنا اليوم شرفونا والإخوان في البلاد العربية جميعاً ولا سيماً الإخوة من سوريا حضور كبير ولافت تقارب المشكلة تداخل المشكلة تداخل الهم فأقول رغم كل ما يجري رغم الانسداد هذا المصطلح البائس المستخدم في العراق هناك أمل ولولا الأمل ما اجتمعنا في هذا المكان ولولا الأمل ما تشكل المثاق الوطني العراقي ولولا الأمل ما قطع ثلاث سنوات وبهذا الحضور الكبير وهذا التفاعل العراقي والعربي نحن الآن في واحد عشرة شبابنا في شوارع وساحات بغداد يعملون من أجل مستقبلهم من أجل خلاصهم من أجل حريتهم من أجل استقلالهم من أجل قطع يدي وأرجل السراق الذين يسرقونه على مدى عشرين سنة ونحن هنا نقف من أجل أن نطرح الأمل نفتح باب الأمل وأن ندعم إخوتنا في الداخل إخواني كثير من الإخوة جاءوا من الداخل حياهم الله جميعا وهم يشكلون بتنوعهم هذا الروح العراقية الحقيقية بمختلف مكوناتها وأشكالها وألوانها وأديانها ومذاهبها وأطيافها وهذه رسالة بحد ذاتها أن القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال استطاعت أن تفعل ما لم يفعله النظام السياسي القائم منذ عشرين سنة بل كان النظام السياسي يعمل على تفتيت هذه اللحمة الوطنية كل ما سمعناه الآن من أفكار من أوراق من رؤى هي تخدم هذه الأهداف وهي تدل على أن هذه القوى تعمل بثقة وتعمل بعلم وبتخطيط وبأمل وليست مشاعر فارغة وهنا أرجع أيضا رؤية أو رؤية بغض النظر عن رسم الكلمة نحن هنا من أجل رؤية لا من أجل رؤية وخيالات بهذا المعنى رؤيتنا في الميثاق الوطن العراقي ونحن من الجهاد المكونة لهذا الميثاق أقول الميثاق هو حالة جديدة إن لم تسمع سابقاً أو تطرح سابقاً فعلينا أن نبينها الإخوة تحدثوا عن جوانب سواء كانوا من اللجنة العليا في الميثاق أو من الإخوة الضيوف من العراق من القوى السياسية والوطنية المتعاونة الصديقة للميثاق أقول الميثاق هو حالة معيارية المعايير اختلت في العراق وفي المنطقة بعد الاحتلال الأمريكي ثم بعد الاحتلال الإيراني واضطربت الساحة كثيراً على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى القوى المناهضة للاحتلال وهنا الصورة عامة هذا الاضطراب فنتكلم بوضوح وصراحة ليس في الساحة العراقية فقط في كل السوح العربية للأسف الموجودة الآن بحكم عوامل ذاتية وموضوعية نعم العوامل الموضوعية أكبر من قدراتنا ولكن أيضاً هناك عوامل ذاتية جربنا على مدى سنوات طويلة العمل الجبهوي الميثاق الوطني ورقتي بعنوان ما هي الميثاق الوطني وتجربته خلال السنوات الثلاث الماضية الميثاق الوطني ليس عمل جبهوياً ليس إطاراً جبهوياً ليس كياناً جديداً يستبعد قوة معينة ويبقي قوة معينة وإنما الميثاق الوطني هو معيار جديد للعمل الوطني بعد فشل الحالات الجبهوية للأسف النظام السياسي القائم في العراق استطاع أن يحد من كثير من الجهود الوطنية من خلال الاحتواء والاستخداء والشراء وما إلى ذلك فضلاً عن استخدام القوة والتجارب الجبهوية التي خذناها فيها تاريخ وفيها تجربة منذ عام 2003 وإلى الآن أتحدث عن العراق ولكن أرى الصورة موجودة في الساحات الأخرى التجارب الجبهوية للأسف فشلت في الغالب أتقيت في الغالب لابد من نمط جديد يقوم على أساس الثقة ووضع سقف وطني لأنه غالباً مشكلة العمل الجبهوي الانسحاب بعد مدة التشتت الصراع التنافس الضعف والركون إلى الدعاء الضعف والرجوع إلى أحضنة الأنظمة وما إلى ذلك إذا لابد من حالة معيارية تضبط العمل الوطني فالميثاق الوطني هو ميثاق معياري وضع السقف الوطني بعد جلسات لمدة أشهر بين مختلف القوى الوطنية من يعمل تحت هذا السقف إذا أعلم من هذا السقف يا ريت لكن من يعمل تحت هذا السقف هو مخلص لبلده ولوطنه ولقضيته ومنضبط ضمن مسارات ومساقات العمل من يخالف عنها ويحاول أن يقلل منها إذن هو سيذهب إلى الجبهة الثانية إلى الفسطات الثاني فسطات الاحتلال وليس فسطات القوى المناهضة الاحتلال وهذا مصطلح ذكرناه منذ بداية الاحتلال العراق الآن أما أن تكون في فسطات الاحتلال أو في فسطات المقاومة بغض النظر عن شكل المقاومة سياسية كانت أو غير سياسي الميثاق الوطني يدعو إلى ذلك لذلك شفت تنوع كبير والحمد لله ولكن هناك قوى غير موجودة في الميثاق وإن كانت قليلة ولكنها للأسف رضيت ببعض قواعد النظام السياسي أو اللعبة السياسية القائمة في العراق وهنا أثني على كلام كثير من الإخوة وأشير إلى أن المعيار الذي نسعى إليه هو نشر حالة الوعي الثقافي العام إنشاء تيار عراقي تيار عربي تيار إسلامي يؤمن بهذه الثوابت ويعمل من أجلها بعيداً عن المسميات المسميات تحترم ولكن أن يكون هناك سقف أمر آخر في العراق نظام سياسي لا توجد دولة وأثني على كلام الإخوة العراق بلد منتهب مسروق من عصابة من الطارئين رضي بعض العراقيين بالتعاون معهم المصالح التي طلبها الأستاذ سالم كاكم أطلوبة ولكن أقول ليست بين أبناء الشعب العراقي ليست هناك مشكلة بين أبناء الشعب وإنما المشكلة في النظام السياسي الذي فرق أبناء الشعب وإلا هذا وجه من وجوه المصالحة أننا من جميع الأطياف أخيراً النظام السياسي القائم في العراق لا يمكن إصلاحه وهنا وأقلب على كلام الأستاذ سالم وأقول له نعم هذا العنوان عرفي بمعنى رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق من خارج النظام السياسي لأننا نحن قوى مناهضة للاحتلال العملية السياسية فالعنوان يفهم في سياق العرفي لعملنا النظام السياسي في العراق وفي غيره من البلاد العربية التي تعاني نفسها مشكلة العراق لا يمكن إصلاحها بل ينبغي تغيره يغير الآن يغير غدا يغير في المستقبل هذا في علم الله علينا أن نعمل وفق خطوات صحيحة من أجل هذا الأمر بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور مثنى حارثة الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين وقد فتح لنا الباب الدكتور مثنى الضاري للترحيب بمن جاء من الخارج وبالأخوة العرب من كافة الأقطار العربية فمرحبا بكم من جديد نصف دقيقة للأستاذة ثائرة أكرم تفضلي العفو السلام عليكم طبعا الأمانة ثقيلة وهذا الملف حملت بأمانة من أبناء محافظة الموصل ولو كان في ورقة يعني الورقة اللي قدمتها من ضمن الورقة اللي قدمتها نعم كان تلافيتها بس هو لأنه أمانة أحب أنه على ملف مهم جدا وخطير وهو مغيب إعلاميا فيما يخص سجن تلكية في النساء مع أطفالهم مأساة حقيقية حيث أن هناك آلاف من النساء والأطفال يقمعون في هذا السجن من دون محاكمة وأغلبيتهم دعوات كيدية وهذا السجن تحت تصرف الميليشيات وهو يفتقد لأبسط حقوق الإنسان وبلغ عدد النساء فيه أسجينات أكثر من 2200 امرأة طبعا مع أطفالهم ولم تتخذ الحكومة العراقية أي إجراء يذكر بهذا الشأن فنحن نطالب الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بمتابعة هذا الملف لأنها حياة أبرياء وأهم من كل هذا هي حياة أطفال ليس لديهم ذنب سوى ذنبه الوحيد منهم عايشين في العراق وفي الختام أشكر حسن استماعكم وإتاحة الفرصة لنقل معاناة العراقيين ومأساتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا لك يا الأستاذة الثائرة أكرم والآن مع البيان الختامي يلقيه الدكتور الشيخ يحياء السمبو الأمين سر مجلس شيخ عشائر الثورة العراقي عضو الميثاق فلتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم البيان الختامي للمؤتمر الثالث للميثاق الوطني العراقي تحت شعار رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق عقد الميثاق الوطني العراقي مؤتمره الثالث يوم السبت الموافق 11-2022 بحضور نخبة طيبة من الشخصيات والقوى العراقية والعربية والتركية ممن جمعهم حب العراق والقضايا المصيرية المشتركة في وقت مفصلي وحساس من تاريخ العراق والمنطقة التي عصفت بها الأزمات المتتالية ولا سيما بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003 ثم التدخل الإيراني السافر بالشأن العراقي والعربي وإذكاء الطائفية وتقسيم المجتمعات من خلال ممارسة سياسات القتل الجماعي وملء السجون بالأبرياء والفساد والتغيير الديمغرافي والثقافي والتهجير القسري وإزاحة كتل بشري على أسس طائفية وعنصرية مقيتة تمهيدا للهيمنة والاستيطان الخطير كما جرى في العراق وسوريا ولبنان واليمن والخطر مستمر على بقية الدول العربية والإسلامية لإخراجها من دائرة التأثير الإيجاب في قضايا الأمة المصيرية إن أساس استمرار الأزمة بل الكارثة الكبرى في العراق هي العملية السياسية التي فرضها المحتل ودستورها الخطير التي بدأت بما يسمى مجلس الحكم ثم تسلط الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران والمتعاونة مع المحتل على الشعب العراقي طوال تسعة عشر عاما عملت فيها على تدمير العراق دولة وشعبا وقتلت مع الاحتلال ما يقرب من مليوني عراقي ويتمت خمسة ملايين طفل وخلفت مئات الآلاف من الأرامل وهجرت ما يقرب من ستة ملايين عراقي فضلا عن مليون ونصف نازح تحولت مدنهم إلى معسكرات للميليشيات والمنظمات الأجنبية الإرهابية وما زالوا إلى الآن يعيشون في مخيمات تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة لقد سيطرت إيران من خلال ميليشياتها وأحزاب السلطة على الحدود العراقية واستخدمت الاقتصاد العراقي والمؤسسات الحكومية لرعاية نشاطاتها في المنطقة حتى أصبح العراق مرتكزا استراتيجية لمشاريعها بمباركة أمريكية ودولية وقد وقف الشعب العراقي بوجه الاحتلال الأمريكي ومن ثم الاحتلال الإيران بكل الوسائل الممكنة بمقاومة المحتل عسكريا وسياسيا وإعلاميا ومن خلال مظاهراته المستمرة وكشف العراقيون أقنعة المحتلين الأمريكي والإيران وأدواتهما في العراق ودفع أبناؤهم ثمنا باهظا جدا وما زالوا يدفعون ثمن مقاومتهم المحتل ومشاريعه التدميرية في المنطقة فلم يكن العراقيون يدافعون عن العراق فحسب وإنما عن المنطقة كلها ولعل وصول نسبة الفقر إلى 50% وامتلاء السجون بالمعتقلين والمعتقلات وانهيار القطاع الصحي والتعليمي والتهجير والقتل والأوضاع الكارثية التي تصيب العراقيين هي جزء من هذا الثمن بل إن وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود والصراع المحتدم بين أقطابها هو بفضل صمود العراقيين وصبرهم ورفضهم لأحزاب السلطة وميليشياتها وهو ما يدعونا إلى أن نوجه تحية إجلال وإكبار للشعب العراقي الذي قدم الغالي والنفيس في مواجهة المحتلين الأمريكي والإيراني والانتفاض على التبعية والخلوع الذي يجعل العراقيين غرباء في وطنهم وتحت وصاية الأجنبي وبناء على ما تقدم فإننا في الميثاق الوطني العراقي نؤكد بعد اختتام أعمال مؤتمرنا على الآتي أولاً إن العملية السياسية في العراق وصلت إلى طريق مسدود وفشل ذريع وتسببت باستمرار مأساة الشعب العراقي وسلب سيادة العراق واستقلاله وإن الصراع بين أقطابها على السلطة والمغانم مستمر باستمرار العملية السياسية المرعية دولياً وأقليمياً وقد كشف الصراع حقيقة ازدواجية التعامل القضائي مع مجريات الأحداث من اقتحام للبرلمان والمواجهات المسلحة داخل المنطقة الخضراء أمام أنظار الأجهزة الأمنية والقضائية التي لم تحرك ساكناً لمواجهة الميليشيات وأحزاب السلطة مع أنها استخدمت القوة المفرطة والقتل واختطاف المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المسلوبة ثانياً إن الحل في العراق يكمن في بناء نظام سياسي حقيقي يعتمد على دستور وطني مكتوب على أسس قويمة على أنقاض النظام السياسي القائم حالياً ونبذ الطائفية والإرهاب بكل أشكالهما والتأكيد على ضرورة التعايش السلمي والعمل الوطني الجمع لبناء الوطن ثانياً إن التظاهر السلمي والعصيان المدني وممارسة الوسائل المشروعة لاستعادة الوطن هو حق أساسي وعنصر جوهر في استرجاع الحقوق المسلوبة نؤيدها وندعم تطلعات الشعب العراقي ونرفض المساس والتنكيل والتضييق على العراقيين من قبل السلطات الحكومية وميليشياتها كما ندعو العراقيين إلى المحافظة على وحدتهم والاستمرار في فعالياتهم لتحرير بلادهم ثالثاً ندعو العراقيين إلى توحيد صفوفهم وتقديم مصلحة العراق وشعبه استعداداً للمرحلة القادمة للمساهمة الفعالة في التغيير وبناء نظام سياسي على أسس وطنية يخدم مصالح العراق وشعبه ويساهم في بناء مؤسسات الدولة واستقلالها بعيداً عن التأثيرات الداخلية والخارجية رابعاً ندعو جميع القوى العربية الحية ولاسيما العراقية والسورية واليمنية واللبنانية لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود للتصدي للمشاريع للتصدي للمشاريع الإيرانية السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية خامساً بات من الضرور حسم عدد من القضايا الخطيرة في العراق ومنها أولاً حل الميليشيات المسلحة ومحاكمة عناصرها وطرد المنظمات الإرهابية من الأراضي العراقية التي تدعمها إيران بالمال والسلاح والتدريب وتوفر لها بالتعاون مع الميليشيات في العراق مقرات ومعسكرات أنشئت في المدن التي هجر أهلها تحت مرأة ومسمع السلطات الحكومية ثانياً عدم استخدام الأراضي العراقية لإرسال الميليشيات والأسلحة لقتل الشعب السوري وجعل العراق ممراً للمخدرات إلى الدول العربية والإسلامية ثالثاً إرجاع النازحين إلى مناطقهم وإخراج الميليشيات المحتلة منها وتعويضهم وبناء المدن المنكوبة رابعاً إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ومعالجة المصابين من ضحايا الحروب والتظاهرات وتقديم الرعاية للأيتام وعوائل الشهداء خامساً المغراف وتحقيق العدالة الاجتماعية وختاماً نحيي جهود كل القوى العراقية التي تعمل على إنقاذ العراق بإخلاص كما نحيي وقفة الشرفاء في وطننا العربي والعالم إلى جانب الحق والمطالبين به وهم بذلك يقفون مع إنسانيتهم ضد باطل غاشم لا يرضاه الله ولا تقره الأعراف وقوانين حقوق الإنسان وإننا في الميثاق الوطني العراقي نعاهد الله تعالى والعراقيين أن نبقى ثابتين على موقفنا المناهض للظلم والفساد قال الزمان أو قصر وأن نبذل ما في وسعنا لإحداث التغيير الحقيقي في العراق سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا وهو تعالى نعم المولى ونعم النصير الميثاق الوطني العراقي في الأول من تشرين الأول 2022 ميلادية إسطنبول تركيا شكرا للدكتور الشيخ يحيى السنبل وأشكر المتحدثين في الجلسة الثانية الدكتور مثنى الضاري والأستاذ سالار أربيل والأستاذ آرام قادر والأستاذ ثائرة أكرم والأستاذ مكي النزال وفي نهاية المؤتمر نوجه الشكر الجزيل لكل من حضر من الداخل والخارج لمؤتمر الميثاق الوطني العراقي الثالث رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر